التمرين الثاني بمناسبة الفحص الطبي للقسم سجلت الممرضة المعلومات المبينة في الوثيقة المقابلة سجل هذه المعلومات في جدول أيمن وزنه طوله ليلى وزنها طولها وهكذا هناك طريقة سهلة في الإجابة طريقة سهلة أنه أصلا جدول إطهون ها ورا أصلا إطانا الجدول هو هذه يندلها كما كان هذه يندلها هاك وهذه هاك وهذه هاك اطلنا الجدول ها ورا الجدول هذا هو ها ورا التلميذ الوزن القامع وها ها ورا مباشرة إذن التلميذ والوزن والقامع فقط بهذا الشكل ها ورا هنا فقط وش نزيد نزيد الهيكلة الجدول اسمها هيكلة نهيكله هذا الجدول وش روح ندير ندير ماذا تمثل كل خناة في الجدول الخناة العمودية يسموها الهيكلة وهيكله الجدول نكتب نكتب التلميذ التلميذ وزنه وقامته هناك ملاحظتان عن هذا الجدول الجدول هذا عنده ملاحظتان أريد أن أقول فيه شيئان أريد أن ألاحظ فيه ملاحظتان الملاحظة الأولى السيلين هنا والسيلين هنا سيلين سيلين اسم مكرر هل هناك مانع في الحقيقة واقعيا لا يوجد مانع لأن هناك قسم فيه زوج تلميذ عندهم نفس الاسم ولهذا أن تجد السيلين والسيلين شيء عادي هذي ربعة وثلاثين كيلو هذي خلص وثلاثين كيلو هذي متر ستو ثلاثين هذي متر ستو ثلاثين ما مش كيف كيف إحنا في رياضيات شنديرو ما نقولوش كما كثير حلك يعودوا عد نقل عدو نخدمو كما كبالإحصاء هذرا إحصاء ونلقاوا مشكلة من هذا اللوع وش رح نديرو نديرو السيلين واحد والسيلين اثنين معانتها التلميذة الأولى التي اسمها سيلين والتلميذة الثانية التي اسمها سيلين طريقة في المعالجة طريقة أخرى هذي ما نقولها هذي نقولها سيلين هذي نقولها سيرين 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 نبدل الاسم المشكلة الثانية قلت في الفيديو السابق ألا تلاحظون أن الجدول ركيك أن الجدول ثقيل أن الجدول يمكن اختصاره قولت هنا قولت هنا قولت هنا شوف الفيديوهات السابقة تلقيني قولت هنا وها ورا كحلينا الدرس تنظيم المعلومات في جدول 20 كيلو أو نختصر في كتابة الوحدة هذي كيلو 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 نقدر نديرها هنا كيلوغرام ونكتب الاعداد بدون وحدات المشكلة راح أندينها هنا هذي كيلو شوفوا معايا هذي كيلو هذي كل كيلو وكذلك هنا في القامات السنتيمتر هذي كل كتابة ركيكة الكتاب الركيكة يمكن أن أتخلص منها إذن واش نقول قول أو أختصر في كتابة الوحدات مع تقادل نقدم الجدول التعنى بطريقة مختصرة أكثر ونقدم الإجابة بهذا الشكل التلميذ السلين الأولى والسلين الثانية الوزن بالكيلو جرام وزنه الوزن بالكيلو جرام والقام بالسنتيم والقام بالسنتيم تكون إجابة أحسن إذن الطريقة الأولى في الجواب عندي طريقتين في الجواب عندي طريقة الأولى وعندي الطريقة الثانية في الجواب بهذا الشكل الطريقة الأولى والطريقة الثانية انتهى هذا التمرين التمرين الثالث لاحظ المخطط بالأعمدة وأجب عن الأسئلة ما هي كمية الأمطار التي سجلت يوم الاثنين يوم الاثنين سجلت ما هو اليوم الأكثر مطرا نشوف العمود المرتفع أجده الاثنين اذكر الكمية نقرأ بعناية ما هي كمية الأمطار المسجلة خلال الأسبوع نحوس على كل تدريجة ونجمع من الحد حتى للسبت 1-3-345 جمعة السبت إذن هذه القراءة السريعة للتمرين نتمعن في التدريجات نستطيع أن نحسب لاحظ معي نحسب هذه القراءة السريعة لتدريجة 20 جمعة السريعة لتدريجة 20 جمعة السريعة لتدريجة 20 جمعة السريعة لتدريجة 10-11-12-13-14 20 جمعة السريعة لتدريجة 20 جمعة السريعة لتدريجة نتحقق من جديد بطريقة أخرى نتحقق بطريقة أخرى نبدأ بالعمود الأول 10-11-12-14-14 14 جمعة السريعة لتدريجة 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 20 جمعة السريعة لتدريجة تدريجة لتدريجة 16 و 12 و 13 11 و 12 و 13 و 18 و 15 و 16 16 10 و 11 و 12 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 هذا الكلام صحيح نلاحظ المخطط بالأعمدة معناه نقرأ التدريجات بعناية وهي ارتفاعات الأعمدة ارتفاع العمود الأول 14 والثاني 19 8 16 12 13 12 الإجابة عن الأسئلة معناه تكتب جملة الإجابة وتصيغها ونستجل الإعداد في الأعمدة كما هو موضح في الشكل طريقة جديدة في الكتابة أنني أكتب الأعمدة وأسجل الأرقام داخل العمود طريقة جديدة في الكتابة ندير العمود وندير في وسط الرقم العمود في وسطها الرقم هذه طريقة في الكتابة تعلموها لأنها ذات فائدة السؤال الأول ما هي كمية الأمطار التي سجلت يوم الإثنين الجواب كمية الأمطار التي سجلت يوم الإثنين هي 19 مليمتر 19 مليمتر هنا ملاحظة المليمتر كتبها بالعربية فنكتب المليمتر بالعربية لو كتب المليمتر بالفرنسية نكتبها بالفرنسية يجب أن يكون الجواب من جنس السؤال الآن نكتب هذه الملاحظة الجواب من جنس السؤال التمرين الثاني السؤال الثاني ما هو اليوم الأكثر مطرا؟ أذكر الكمية اليوم الأكثر مطرا هو الإثنين والكمية هي 19 مليمتر اليوم الأكثر مطرا معناتها العمود الأكثر ارتفاعا اللي نسموهم بعد كتكبرو المنوال السؤال الثالث ما هي كمية الأمطار المسجلة خلال الأسبوع؟ كمية الأمطار المسجلة خلال الأسبوع نجمع الأرقام هذه 14 زائد 19 زائد 8 زائد 16 والـ 12 والـ 13 والـ 94 ونسجل كمية الأمطار المسجلة خلال الأسبوع هي 94 مليمتر نكتبها الجواب من جنس السؤال كتب الوحدة بالعربية نجيبه بالعربية هو قال مليمتر بالعربية ونحن الجواب نكتبه بالعربية بهذا ننتهي من التمرين الثالث ترجمة نانسي قنقر